بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة نتحدث فيها عن ذكرى مباركة طالما تتكرر علينا في كل عام من الأعوام وهي ذكرى الإسراء والمعراج وتأتي في السابع والعشرين من شهر رجب لتذكرنا بسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حدث معه قبل أن أفاض الله عليه بهذه المنة والعطية العظيمة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في بيت السيدة أم هانئ نائماً في الليل فأسر الله سبحانه وتعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السبع في رحلة ربانية فيها من الآيات ما لا يمكن أن يسجل في كتب ما يعجز عنه العلماء عن تسجيله من كثرته ووفرته من الدروس لكنها كلما تكررت علينا توقفنا معها لنتأملها من جديد لنفهم أن الله سبحانه وتعالى خرق لسيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نواميس الكون في هذه الليلة فهذه معجزة بكل المقاييس أن ينتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر هذه المسافات الكبيرة وأن يصعد إلى السماوات السبع هذه معجزة أحدث الله سبحانه وتعالى فيها دروساً وعبر منها أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بعد الزمن وأن هذا البعد يمكن أن يختلف إذا اشتدت السرعة وهو ما عبر عنه بعد ذلك فلسفة الغرب من نظرية أينشتاين وغيره وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل هذه النقلة بإعجاز من الله سبحانه وتعالى وصعد إلى السماوات وعاد إلى مكانه بجسده العنصري قبل أن يبرد مكانه كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى حينما أخبرنا الله بهذه المعجزة قال جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وإن فيها لآيات وإن فيها لعبر أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أشد حالات حزنه وفي أشد حالات فقده لأحبابه ليسري عن قلبه وليخبره بأنه إذا ضاقت به الأرض فإنه يرحب به في السماوات وأن الخلق إذا كانوا مكذبين له فإن أهل السماء مصدقين له وكان في ذلك نعمة تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفريج الكرب عنه أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليفيد على قلبه المعاني قال الإمام البصيري رحمه الله سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أنلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بهم والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم هذه الأبيات تعبر عن مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله جعله إماما للأنبياء في رحلة الإسراء وأن الله عرج به إلى السماوات فترقى حتى وصل إلى سدرة المنتهى ووصل إلى المعاني والأسرار والفيوضات الربانية بما لم يصل إليها أحد من الخلق قبله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحرانا أن نتذكر هذه الدروس والعبر وأن نعلمها أبناءنا في مثل هذه المناسبات المباركات الطيبات حتى يحبوا سيدنا صلى الله عليه وسلم ويعرفوا قدره نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير وإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وفرّج يا رب كروبنا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته